موسيقى رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة اللي بعتوا أنا على صفحتنا على صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقاها وبنسعد بيها وتفتح لنا جسر من النور يفضل بي نفضل بي في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونفضل كمان موصولين بمجالس العلم أول سؤال بيقول والدتي بيجي لها خنقة بالليل والكلاف سلام عليها والكلام ده من سنين وأول ما بابا بيقرأ عليها القرآن بتتتوب وبتتمع وبتنام على طول والخنقة بتوصل لدرجة ان هي بتحس ان روحها بتطلع وتفضل تتشاهد وكشفنا كتير وللأسف محدش فدنا ولا حاجة خالص اللي بيحصل ده منصوص عليه حاجة اسمها يعني دوة التأثير النفساني الجسماني يعني هي ما عندهاش مرض عضوي لكن هي متأثرة نفسيا قد تكون متأثرة نفسيا بفترات البعد عنها أو خفها ان انتو تسيبوها لوحدها فأنا آسف يعني فتموت لوحدها فبتجي لها حالات ان هي تحس ان هي الاحسن ان هي تموت بين ايديكم احسن ما تموت لوحدها وده محتاج ايه محتاج شوية اهتمام منكم بيها محتاج ان هي تتكلم معاكم كتير محتاج ان هي تتكلم بصدقه بصراحة من غير ما تخاف ان حد يشيل همها والدتكم بيجي لها الخنقة دي لان هي كاتمة في نفسها ومش عايزة تطلع ولا تحملكم همها لو سمحتم اسمعوها خليها تتكلم خليها تفضفض خليها تتكلمكم وهو ده الحل الوحيد وهي لا ليه علاقة بالجن ولا ليه علاقة بالاشياء العضوية لا ليه علاقة بان هي عندها هذا الضغط النفس الشديد اللي بيخليها حسة ان حياتها بيديق عليها بسبب كم المشاعر الصعبة اللي هي متحملها خليها تتكلم وعودوا معاها وخليها تتكلم وخليها تفضفض لو عملت كده هيبقى حالها ان شاء الله احسن بكتير جدا لان هي ما عندهاش اي شيء يتعلق بالاشياء العضوية انتوا كشفتوا خلاص فما ما عندهاش ده بالاشياء العضوية لكن ده القبض ده والقلق ده جاي لها من افكار ومفاهيم عندها في ذهنها محتاجة ان هي تغيرها المفاهيم على فكرة اللي في الزهن اللي نستهين بيها الانسان بيشقى بفكرة وبيسعد بفكرة حياته بتضيق بفكرة وحياته بتتسع بفكرة ولذلك فكرين حديث رسول الله سلم ودعاء رسول الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ليه؟ لان الانسان ممكن يرى الباطلة حقا ويرى الحق باطلا فاضيق حياته وانحرف وانزق دايما احنا في الصلوات 17 مرة في اليوم بنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ لازم نعرف ان احنا في كتير من الاحيين فكرة عندنا في ذهننا ممكن تضمر حياتنا فكرة ايه؟ انا عموت كم من الستات والستات كتير منهم بالذب بالذات اكتر من رجال انا هموت لوحدي انا هموت ومحدش معايا انا عايشة وحيدة ما عنديش حد فتحس بالخانقة لان هي عندها حاجات هي مش عارفة تقولها فتحس ان الكلام بيخنقها بتحس ان الافكار بتخنقها ولذلك انتو لازم تعملوا مزيد من الاهتمام بيها افضل من اليوم مرة من انتو توقفوا مندهشين اندهشكم ده مش هيعبر عن اهتمامكم اهتمامكم واعطاها وقت هو اللي هيعبر عن اهتمامكم السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت انا لقيت مبلغ 600 جنيه قدام باب الشقة عندي من اربع ايام وما حد يسأل عليهم خالص وانا كنت منتظر حد يسأل عليهم ما حد يسأل خالص هل يجوز صرفوهم مثلا على قطة عندي لا لا يجوز صرفوهم في الوقت ده لان حضرتك معرفتهمش انت حضرتك قاعدة في مكانك ومنتظرة انهم ييجوا حد ييجي يسأل عليهم الاحسن في الاحوال اللي زي دي ان احنا نحط الفلوس دي في الشرطة او انك انت لو خليت الفلوس ده عندك لازم تروحي في الاماكن يعني لازم تقولي مثلا البواب تقولي البواب العمارة انا لقيت فلوس لو حد ضايع منه انا لقيت حاجة لو حد ضايع منه حاجة يبقى يقول لنا يبقى اوه ادي لازم نقول له كده او نعرف ده على ابواب المساجد ده لازم يبقى فيه حاجة اسمها ايه دي اسمها لقطة واحنا دلوقتي ايه اللي حاصل اللقطة دي لها احكام شرعية ان الانسان ياخدها ويعرفها مش ان الانسان ياخدها ومجرد ما حد يسأل عليها يتصرف فيها لا لان ممكن الفلوس دي يكون واحد جاء يشتري بيها دوا ممكن اول حاجة عيروح يعمل ايه الشخص ده اللي هو ضاعت منه فلوس هيسأل في الاماكن دي او يروح يبلغ في قسم الشرطة فالاساس اما نوديها في قسم الشرطة او نعرفها التعريف الصحيح ان احنا نعمل ايه نروح لاقرب مكان ممكن يجي يسأل عليه وهو بواب العمار او نقول للناس وبعد كده نعمل ايه نقول كمان لامام المسجد انه لو حد جي سأل انه فيه فلوس فيه حاجة ضاعت ولا لا يبقى يقول لنا عليه مش هنقدر نتحمل ده كله عنودي الفلوس دي في قسم الشرطة وهو يتصرف بحيث لو جي حد يسأل عنقول له الفلوس دي راحت قسم الشرطة وهو يروح يستلمها هناك اذا كان عنده امارة بده السؤال اللي بعد كده بيقول اعمل ايه في المصاحف اللي وراءها اتقطع ونقص منها بعض الاوراق كنا زمان نتكلم على منبادرة مهمة اوي اوي وهي مسألة ان حد يجمع اوراق المصاحف دي ويعيد تدورها او بالفعل في مؤسسات بتعمل ده بتيجي تاخد المصاحف وتفرم الورق وبرطو تعيده تعيده مرة تانية في الايه تعيده مرة تانية في مسألة ان هي تدخل في صناعة المصاحف مرة تانية دي افضل طريق ان احنا نشوف المؤسسات اللي بتاخد الحاجات دي ويتفرمها وترجعها كمان يتعامل بها مصاحف دي افضل طريقة واحسن طريقة طيب لا انا ممكن اخلي المصحف ده عندي حتى لو هو ناقص من غير ما يبقى علي اسم صح ممكن اخليه عندي ومثلا اقرأه لربع ياسين الجزء اللي ضاع منه جزء من ايه جزء من الامام ولكن انا استخدمه في ربع ياسين استخدمه في حفظه وانتصف القرآن فمش لازم لازم نقول مش لازم المصاحف اللي تقطعت منها اوراق اني لازم انا اعدمها لو هي ما زالت عندي ومحافظ عليها وتستعمل لبأس ان هي يحافظ عليها وتستعمل يبقى بتسألي نعمل ايه لو فضلت او بتسألي نعمل ايه لو فضلت في البيت وبيستعملها بان يقرأ فيها الناس وان هذا لا يحدث عندهم خلل في ترتيب السور ولا ترتيب الايات ولا اي شيء خلاص الجزء بس اللي هو تم قطع الاوراق منه خلاص هو ده اللي احنا ونقرأ بعد كده بعد الجزء اللي هو ما فيهش قطع الاوراق لو احنا مش قادرين بقى لا احنا عايزين ما يبقاش المصحف ده عندنا لان احنا لا نستطيع ان احنا نستعمل وانا نستقع نكون حريصين بهذا الشكل على طول احنا ممكن عندنا شوية ادوات ان احنا بما نحفظ به هيبة القرآن بما نحفظ به هيبة القرآن ازاي قلنا ان احنا نوديه لمن يستطيع ان يعيد تدويره في مسألة الايه في مسألة طباعة المصاحف مرة ثانية لا ما عندناش يجوز ان احنا نقوم بحرقه نجوز ان احنا نقوم بحرقه بحيث ان ما يحصلش اي نوع امتهان لهذه الاوراق يبقى احنا عندنا بالتدريج كده نوديه للناس اللي بياخدوا المصاحف ويعيدوا تدويرها لو نحتفظ به ونستطيع ان احنا ننتفع به وليس هناك اسم علينا ان يبقى المصحف ناقص اوراق والامر اللي بعد كده ما قدرناش نوديه للناس بتعيد تدويرها او نحرقه بحيث ان احنا محدش يكون في استعمال غير مناسب ولا فيه اي نوع من انواع المهانة للقرآن السؤال اللي بعد كده يقول يا شيخ انا بحب الصلاة بس بكسل اعمل ايه علشان مكسلش مسألة الصلاة دي مسألة مهمة جدا ان احنا نفهمها لان ايه اللي حاصل كثير من الناس بيكسلوا عن الصلاة لأسباب كثيرة جدا ان هي اول سبب بيكسلوا علشانه التأجيل انا هقوم اصلي بس بخلص اللي في ايدي مشهورة الحكاة دي النفسي اللي امرة بالسوق بتلعب بيها انا اخلص بس اللي في ايدي و صلي اه دي مشهورة اللعبة دي النفس الأمارة بالسوق بتلعبها وما أبرق نفسي إن النفس الأمارة تم بالسوق حتى الناس اللي بيصلوا آه ويا سلام بقى لما تخليك تخرج الصلاة عن وقتها فإن اللي يحصل؟ فيحصل لك وجع في قلبك وتحس بالضيق وتحس بالحرج وتحس بإن أنت إيه ده أنا ما بقيتش إنسان عابد لله فعلشان كده إيه اللي حاصل؟ اللي بيأجل ما يأجلش الصلاة يعني ما يأجلش الصلاة أول ما تتذكر إن أنت إسقى ده الأدى ندى نقوم صلي يعني قوم صلي ولا تؤجل لما يحصل ده إن أنت تقوم تصلي ولا تؤجل هتحس إن انت خلاص ذهب عنك الكسل يعني لما تسارع إن أنت تصلي بيذهب عنك الكسل وده شيء مهم جدا جدا يبقى إيه إذن يبقى أول حاجة نعمل إيه؟ نسارع للصلاة يبقى نتخلص من كسب إن احنا نسارع إلى الصلاة واحد يقول لي لأ ما أنا أصدي إن أنا بكسل إن أنا ما بعرفش أسارع للصلاة طيب يبقى الكسل ده ليه سبب إيه السبب بقى؟ إن أنت حاسس إن أنت لست بالإنسان الذي يقبله الله فأنت لازم تبعد عن هذا المعنى تبعد عن معنى إيه؟ إن الله لا يقبلك ولذلك إيه حاصل؟ قوم صلي حتى لو إنك إنت حاسس بإنك إنت قلبك مش حاضر لأن انتظار إن أنا تنتظر دقيقتين أو تلاتة عشان قلبك يبقى حاضر في الصلاة مش هو ده الحل قوم للصلاة على طول بادر للصلاة على طول لما تبادر للصلاة وتتعاود إن أنت تصلي كل ما بادرت للصلاة هتحس إن أنت صاحب همة و هتحس إن أنت صاحب هزم فيذهب عنك الكسل إن شاء الله ولذلك بادر إلى الصلاة و صلي حتى لو قلبك مش حاضر و ما تسمعش كذب النفس وهي بتقولك لا انتظر شوية عشان قلبك يكون حاضر و يكون الأمور هدية و نفسك تكون طيبة و تصلي بعد ذلك لا قم و صلي مباشرة ولو تعودت على إنك إنت تبادر إلى الصلاة هتجد في نفسك همة و تعرف أنك قد أمدك الله سبحانه وتعالى و أعطاك من مدده الذي لا ينقطع لكي تقوى على نفسك الأمورة بالسوء يا رب كرمنا و جعلنا دايما في رضاك و جعلنا يا ربنا في حماك و ألهمنا يا ربنا مددك الذي به نقوى على أنفسنا و نخرج من براثنها و نكون لك وحدك يا رب العالمين اللهم اجعل حجابا من نورك بيننا و بين أنفسنا و جعلنا يا ربنا في رضاك و جعلنا ممن يذوقون حلاوة أليس الله بكاف عبدك فيا ربنا اكفنا برضاك و بنورك كل ما تؤذين به أنفسنا و اجعلنا في رضاك و اجعلنا في حماك فيا سيدنا يا من أنت تملك أمرنا يسر أمرنا إلى كل خير و اجعلنا من الهادين المهديين و يا رب اجعلنا دائما نرى جمالك في كل شيء و نسرع إلى لقائك اللهم حبب إلينا لقائك في الصلاة و في كل عمل يقربنا إليك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين